من الاستنفار يعيشها حرص الحدود الليبي مع توافد أعداد من المهاجرين عبر الحدود مع تونس أكثر من سبعين مهاجرا جديدا عبروا الحدود إلى ليبيا في الساعات الأخيرة ألقي القبض عليهم غالبيتهم في حالة جسدية وصحية متردية منهم علي المهاجر السوداني الذي كان يتطلع إلى الحصول على حق اللجوء في إحدى الدول الأوروبية وهنا في مقر جهاز حرص الحدود التابع لوزارة الداخلية الليبية والذي جرى تعديله من الداخل يصبح قابلا لاستيعاب عشرات من المهاجرين يزور أفراد جهاز طب الطوارئ والدعم التابع لوزارة الصحة الليبية هؤلاء المهاجرين لتقنيم المساعدة الطبية اللازمة هناك الكثير يحتاجون إلى مستشفيات لوضحهم الصحي وبالأخص لنساء الحوامل وهناك بعضهم تم توفير بعض الأدوية والمستلزمات الخفيفة لهم ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من المجهودات وتواجه ليبيا صعوبة في استيعاب أعداد المهاجرين وتغطي احتياجاتهم بتبرعات المنظمات والجمعيات الخيرية والجهود الفردية هي أزمة مستمرة يبدو أن لا حل لها في المنظور القريب وتتطلب برأي مراقبين تدخلا جديا على مستوى حكومة البلدين وترحيلا فوريا ومنظما للمهاجرين من الجانبين إبراهيم العبدالي العربي من منطقة العسة الحدودية بين ليبيا وتونس ترجمة نانسي قنقر